تهتم الدولة المصرية بالتحول الرقمية من أجل الارتقاء بالتقديم الخدمات للمواطنين وبجودة عالية شهدت محافظة بنسوي في افتتاح عدة مراكز متطورة لخدمة المواطنين بعد إحلال وتجديد 11 مكتب تموين على مستوى المحافظة المزيد نوتابح التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن توجه تنتهجه الدولة بخطوات ثابتة وواثقة لما يكنت جميع الخدمات الأساسية محافظة بنسوي في كانت شهدة على افتتاح مراكز تكنولوجية متطورة لخدمة المواطنين بعد إحلال وتجديد 11 مكتب تموين على مستوى مراكز المحافظة السبعة لخدمة أصحاب البطاقات التموينية بالنسبة لمحافظة بنسوي فيوجد بها حوالي 49 مكتب تمويني طبعا دولة مهتمة جدا بتطوير هذه المراكز تصبح مراكز متطورة تقدم خدمة جيدة للمواطن في أسرع وقت ممكن المكاتب دي تم تطوير حوالي 11 مكتب بقى مكتب تمويني مركز مطور لخدمة المواطنين المركز المطور يقدم كل الخدمات التموينية للمواطنين والتي تشمل خدمة بدل فاقد وتالف وإصدار فصل اجتماعي وإضافة الزوجة والكثير من الخدمات بكافة أنواعها الخاصة بالبطاقات التموينية المركز بيأدي خدمة تموينية متميزة في مدة لا تتجاوز 10 دقائق خدمات المواطنين فصل اجتماعي بدل فاقد بدل تالف بيتم تقديم الخدمة زي ما حددك شايف المواطن بيدخل في خلال 10 دقائق بيتم تقديم الخدمة التموينية له راحة المواطنين وتقدم الخدمات بسهولة ويسر أصبح هدفا تسعى إليه الدولة حيث تعمل على توفير جميع وسائل راحة للمواطنين وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية الحقيقة جيت النهاردة خدت وقم ما كملتش من 3 ل 5 دقائق جيت بسهولة الموظفين بتسهل كل حاجة جي النهاردة المكتب الخدمات المتطورة للتموين ببندريناسيا أغير البطاقة بدل فاقد البطاقة كانت شغالة وتلفت أول الشهر فجيت عشان أعمل بدل فاقد ويأتي تطويره في ملف الدعم التمويني في مقدمة أولويات دولة خاصة مع توجهات القيادة السياسية بسرعة توفير الحلول والبداء للمشكلات التي تواجه المواطن في احتياجاته الأساسية مع العمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات الحيوية المقدمة